موسيقى موسيقى طلبة الأعزاء طلبة في صف السادس الأدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس من دروس النقد الأدبي وعبرة فضائية العراق التربوية نقلا مباشرا نرحب بالأستاذ الفاضل الأستاذ عود الحسني فأهلا وسهلا به أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم سلام ورحمة من الله تعالى عليكم أحبة الطلبة أينما كنتم في عراقنا الحبيب يسرنا اللقاء بكم عبر فضائية العراق التربوية وعلى الهواء مباشرة لنقدم لكم درسا في النقد للسادس الأدبي يقدمه الأستاذ حسين الكناني طلبة الأعزاء درسنا لهذا اليوم هو المذاهب الأدبية تطرقنا في الدروس السابقة إلى نشأة النقد وكذلك إلى متى نشأ الأدب ومتى نشأ النقد وكذلك تطرقنا إلى مصطلحات نقدية مهمة وهي مصطلح الطبقات ومصطلح الفحولة كذلك تطرقنا إلى مصطلح نقدي وهو مصطلح عمود الشعر وكذلك تطرقنا إلى عناصر عمود الشعر درسنا لهذا اليوم هو المذاهب الأدبية أولا يمكنكم الاتصال عبر الرقم الموجود في أسفل الشاشة وطلبة الأعزاء المذهب أو المدرسة ماذا نعني بهما نقديا المذهب الأدبي هو الاتجاه أو المبادئ أو القوانين التي تعتمد من قبل الأدباء في جانب معين ليكون تيارا يختص به هذا المذهب أو هذا الاتجاه إذن المذهب أو المدرسة هو اتجاه يعتمده أو يعتمده مجموعة من الأدباء ليكونون تيارا واضحا كما في اللوحة عزيز الطالب إذن تعريف المذهب مهم جدا أو ما المقصود بالمذهب الأدبي حتى تجيب إجابة النموذجية تقول هو المدرسة الأدبية والخصائص والمبادئ الأخلاقية والجمالية والفكرية التي تشكل في مجموعها المتناسق تيار يصبغ بصبغة أدبية معينة إذن عندما تبنوا مجموعة من الشعراء إحياء القديم سميت هذه المذهب أو هذه المدرسة بمدرسة العياء لأنهم تبنوا أعراف أدبية محددة أحيوا فيها القديم ولكن بنفس جديد فإذن المبدأ أو المذهب هو تبني أعراف أو تبني خصائص ومبادئ وقوانين هذه الخصائص والمبادئ والقوانين تشكل بمجموعها المتناسق تيار يصبغ بهذه الصبقة واضح طلاب الآن ننتقل ماذا يشمل المذهب المذهب ماذا يشمل ويشمل المذهب كل الأنواع الفنية الأدبية له مذاهبه الموسيقى لها مذاهبها الرسم النحط الفنون التشكيلية الزغرفة العزية إلى آخره إذن المذهب لا يخص الأدب فقط إنما يخص كل الفنون سواء كانت هذه الفنون تشكيلية أو سواء كانت هذه الفنون أدبية أو شعرية أو غيرها إذن المذهب يخص جميع الإبداع الفني من أدب وموسيقى ورسمة السؤال والتعليل المهم لماذا تتنوع المذاهب الأدبية شاهد عزيز الظالم لماذا تتنوع لماذا تنوعت المذاهب سنتطرق إليها لماذا نقول هذا شاعر كلاسيكي وهذا شاعر رومانسي وهذا شاعر رمزي وهذا شاعر واقعي ينقل واقع المجتمع كأحمد أمين من مصر لماذا هذه المذاهب أو الشعراء تنوعوا لأنها ثمرة لظروف معينة ومغتضيات كانت سائدة في عصر ما عندما جاءت الفترة المظلمة في الأدب بعدها هذه الظروف التي حالت من الشعر وأضعفت الشعر حولت الشعراء إلى أن ينتقلوا بثورة هذه الثورة هي مدرسة إحياء الشعر القديم وعودته إلى رونقه إذن الظروف التي حكمت دعت إلى خروج مذهب معين فالمذهب الكلاسيكي كان مذهب الأمراء والملوك كانت الكلاسيكية في أوروبا في القرن السادس عشر كان يخص المذهب الأمراء والملوك ولا يخص المجتمع الشعبي ولهذا طلبت الأعزاء كل مذهب يأتي بعد مذهب هو ثورة للمذهب القديم يعني الرومانسية هي ثورة على الإكلاسيكية أما الرمزية جاءت ثورة على الرومانسية وهكذا الواقعية ثورة على المذهب الثلاثة إذن الإكلاسيك كان مذهب يخص الأمراء والملوك وهو أدب منهجي صارم والآن هو إحياء القديم إذن المذهب الكلاسيكي له قوانين وأعراف أدبية لا تخترق أبدا واضح؟ قوانين صارم كالشعر العمودي الشعر العمودي مداه 1400 سنة 1400 سنة إلى أن نشأت مدرسة الشعر الحر في الخمسينيات من القرن الماضي إذن هذه الصرامة وعدم تجاوز بحر من بحور الشعر ماذا يسمى؟ يسمى المنهج الكلاسيكي أو المذهب الكلاسيكي لماذا؟ لأن الكلاسيكية تعني الصف أو المنهج أي تبني قوانين صارمة لا يمكن خرقه فالمذاهب الأدوية نشأت من خلال الظروف التي أحاطت بالمجتمعات الغربية واختلاف كل ظرفين عن الآخر ما هي المذاهب الأدبية؟ المذاهب الأدبية عزيز الطالب أربع مذاهب هي الإكلاسيكية الرومانتيكية أو الرومانسية الرمزية والتي تتخذ من الشعر رمز ومثال على ذلك صلاة عبد الصبور كان يستخدم الرمز كثيرا والواقعية وهو نقل أو يكون الشعر هو رسالة للمجتمع يكون الشعر هو رسالة للمجتمع أن ينقل من واقع المجتمع ومن معاناتك أحمد أمين أو حافظ إبراهيم شاعر الأدب الاجتماعي المذهب الأول عزيزي الطالب هو الإكلاسيكية هو الإكلاسيكية الإكلاسيكية تعريفها هو مذهب نشأ في أوروبا في القرن السادس عشر بعد حركة البحث العلمي وأساسه بحث الآداب اليونانية واللاتينية القديمة ومحاولة محاكاتها إذن الأدب الكلاسيكي هو أدب نشأ في القرن السادس عشر من أوروبا بعد الحركة العلمية واضح؟ ومحاولة محاكات هذه الحركة العلمية الكلاسيكية لغة هي أخذت من لفظة كلاسيك بمعنى الصف أو المنهج إذن عندما نقول كلمة كلاسيك هو التقليد أي تقليد القديم وعدم خرط قوانينه أي الصف أو المنهجية التي يتخذها الشعراء وتعني آنذاك تعني أعلى طبقات المجتمع الروماني وهم الأمراء والملوك إذن كانت المسرحيات آنذاك والروايات لا تخص عامة الشعب ولهذا سنرى عزيز الطالب الرومانسية التي بدأت تكتب باللهجات المحلية أو اللهجات الشعبية أما لغة الكلاسيك هي لغة عالية اللغة في العربية نقول الفصحة وليس الفصيحة وهي اللغة الرسمية اللغة المتوسطة أما انتقال الرومانسية فهي ثورت على الكلاسيكية فإذن ما يخص الأدب الكلاسيكي هو أدب نشأ في القرن السادس عشر من خلال حركة البحث العلمي ولفظة كلاسيك تعني الصف والمنهج وأعلامها كورني وراسين ومولير من أعلام مهم هذا السؤال من أعلام المذهب الكلاسيكي وتكرر في الامتحان الوزاري من هم أعلام المذهب الكلاسيكي تقول كورني وراسين ومولير الآن عزيز الطالب ننتقل إلى الخصائص أو خصائص المذهب الكلاسيكي خصائص المذهب الكلاسيكي أول خصيصة من خصائص المذهب الكلاسيكي هو الاعتماد على الحقيقة أي نقل الوقاع بحقيقتها وطبيعتها وسجيتها ويعني الاقتراب من الواقع والابتعاد عن الخيال والوهم والهديان فالحقيقي عندهم هو الطبيعي والجميل نعم الحقيقي عند الكلاسيكيين أو الكلاسيين هو الجميل والطبيعي فالتزموا بأنصر مهم هو أنصر الحقيقة الأنصر الثاني الذي اعتمده أو الخصيصة ثانية المذهب الكلاسيكي هو العقلانية إذن استخدام العقل أكثر من العاطف عند المذهب الكلاسيكي استخدام العقل في النص الأدبي وعدم الغاوس في الخيالات إذن نقيض العقل هو الخيال واضح فإذن الكلاسيكية التزمت أو المذهب الكلاسيكية التزمت بالأقلانية والخصيصة الثالثة هو تقليد القدماء لا عزيز الطالب لا تكون لك ملكة صائبة مذهب صائب أو موهبة صائبة ما لم تتكل على القديم وتستفيد من القديم واضح إذن تكوين الملكة الصائبة لا يكون إلا بتقليد وسير على خطى القدماء والاستفادة من خبرتهم إذن عزيز الطالب الخصيصة الثالثة من خصائص الخصائص الكلاسيكية هي تقليد القدماء وفي الأدب أي مثال تقليد القدماء مدرسة الإحياء واضح التي قلدت القديم من الشعارة كذلك عزيز الطالب من خصائص الكلاسيكية هو الإتقان الفني أو الإتقان الفني ما الإتقان الفني؟ الإتقان الفني هو عدم التكلف والتصنع في كتابة النص العدبي أي الشعر المطبوع الذي درسناه سلفا في الدرس السابق الطبح هو السجية أي يبقى شعر على طبيعته إن لم يستطيع أن يجيد التكلف فلا يتكلف وإن لم يستطيع أن يجيد التصنع فلا يتصنع واضح يبقى على سجيته كذلك العنصر الآخر من عناصر الكلاسيكية أو المذهب الكلاسيكي هو القيم الأخلاقية هنا القيم لا بد للشعر أو الأدب لماذا نكتب الأدب؟ لنعالج مشكلة اجتماعية أو لنعالج قضية اجتماعية فهنا يكون عزيز الطالب يكون النص للمجتمع لأن هناك أدب النص للنص الفن للفن أي فن يخدم الفن نفسه وهناك فن للمجتمع أي الأدب يجب أن يكون رسالة أخلاقية ورسالة أدبية إلى المجتمع واضح؟ إذن من خصائص الأدب الكلاسيكي أو المذهب الكلاسيكي هو الاحتماد على الحقيقة والعقلانية وتقليد القدماء والاتقان الفني والقيام الأخلاقية كذلك الأدب هناك خصيصة مهمة جدا أن تكون التعبير بها باللغة الوطنية من مقصود بذلك طلبة العزاء؟ اللغة الفصيحة العالية التي تصل إلى كل المجتمع أي اللغة التي تحتمد أو المحتمدة كلغتنا العربية الفصيحة لكن عندما جاء الرومانتيكيون كتبوا باللغات الشعبية المحلية واضح؟ أما الكلاسيكية فالتزمت بالطبقة العالية أو الصف أو المنهج الذي لا يمكن قرقه وهو اللغة الفصيحة إذن طلبتي الأعزاء ما يهم المذهب الكلاسيكي هو تعريف الكلاسيكية وكذلك أعلامها وكذلك عناصر أو خصائص الكلاسيكية مهم جدا واضح؟ الآن الكلاسيكية في الأدب العربي بماذا تتمثل؟ تتمثل الكلاسيكية بالأدب العربي بشعراء مدرسة الإحياء الذين أحيوا الشعر القديم فالجواهر عندما طلع على شعر أبي تمام والبحتري والمتنبي نجد الجواهري عندما نقرأ قصيدة للجواهري كأننا في العصر العباسي أو كأننا في العصر الأموي واضح؟ فإذن الكلاسيكية في الأدب العربي مثل الشعراء الذين قلدوا شعراء العباسيين أو شعراء الأمويين أو الشعراء الإسلاميين المجيدين الآن ننتقل عزيز الطالب إلى مذهب آخر وهو الرومانتيكية أو ما يسمى بالرومانسية اتجاه فني في الأدب يتميز بطغيان العاطفة على العقل إذن بعد أن كان المذهب الكلاسيكي احتمد العقل والعقلانية جاءت الثورة واحتمد المجتمع الراقي الذي يمثل الأمراء والملوك جاءت الرومانسية ثورة على القديم أو ثورة على الكلاسيكية فاحتمدت أولا الخرق الأول أو الانزياح الأول ما هو الانزياح الأول أو الخرق الأول؟ احتمدت طغيان العاطفة على العقل أو ما عداها من المقومات وكذلك القول بطغيان العاطفة أي تفجر الأحاسيس والمشاعر وتماديها واضح؟ نستطيع أن نقول الشاعر الكلاسي شاعر ملتزم أو يمثل الأدب الملتزم أما الشاعر الرومانسي هو الشاعر الحر الشاعر الحر الذي احتمد طغيان العاطفة والمشاعر والأحاسيس الآن ننتقل إلى من هم أعلام الرومانسية أعلام الرومانسية هو الأديب الفرنسي الشهير فكتور هيجو ومدام دوستايل هؤلاء أعلام الرومانسية يحفظون عزيز الطالب وذلك لو جاء السؤال من هم أعلام الرومانسية وهذا السؤال هو تابع لسؤال يعني لا يتي فقط ما خصائص مثلا ما خصائص الرومانسية ومنهم أبرز أعلامها واضح؟ الآن ننتقل إلى خصائص الرومانسية خصائص الرومانسية أولا لترى عزيز الطالب كل خصائص الرومانسية هو الردد فعل لخصائص الكلاسيكية أولا الاحتجاج على سلطان العقل بعد أن اعتمد الكلاسيكيون على العقل الآن الاحتجاج على سلطان العقل والاتجاه إلى القلب إذن القلب ماذا يمثل؟ القلب يمثل المشاعر والأحاسيس والخيال العنصر الثاني أو الخصائص الثانية من خصائص الرومانسية العودة إلى المصادر الشعبية والكتابة باللغة المحلية إذن لم يلتزم الرومانتيكيون بكتابة اللغة العالية أو اللغة الفصحى بل فتحوا الباب على مصرعي للاحتماد على المصادر الشعبية وكذلك الكتابة باللغة المحلية والتي تصل إلى أقصى فئات المجتمع كذلك التمرد والبناء ماذا يقصد بالتمرد؟ يقصد بالتمرد هو التمرد على القواعد والأنظمة التي كانت تحكم الأدب واضح؟ لو أسأل سؤال ماذا؟ أي مدرسة في الأدب؟ درست من مدارس؟ أي مدرسة في الأدب تمثل الرومانسية؟ هي مدرسة الشعر الحر واضح؟ تمثل الرومانسية لأنها خرقت القوانين التي كنا نحتادها في عمود الشعر كذلك عزيز الطالب العودة إلى الطبيعة واتخاذها للمشاهد القصصية والموضوعات الموحية إذن العنصر الذي يستند عليه الشاعر في تصوير مشاهد معينة موضوعية حتى تؤثر احتمد على مصدر الطبيعة كوصف الطبيعة ووصف أي شيء يعده عنصرا مهمة لكي يؤثر على المتلقي كذلك الخصيصة الخامسة هو الولع بالتغريب والغريب يعني الانتقال إلى عوالم جديدة واختطاف الجديد من الآفاق والغريب من الأقوام وانعكس ذلك على أدب القصة إذن أدب القصة أيضا الرومانتيكيون اعتمدوه في الانتقال من التغريب والغريب وكذلك استخدام عوالم العفوان جديدة لم يسبق ذكره إذن عزيز الطالب هناك مذهبان في الأدب القديم المذهب الأول هو المذهب الكلاسيكي والمذهب الثاني هو المذهب الرومانسي أو الرومانتيكي الإكلاسيكية عزيز الطالب ماذا اعتمدت؟ الإكلاسيكية اعتمدت العقلانية وكذلك اعتمدت الحقيقة في نقل الأحداث وكذلك اعتمدوا على تغريد القديم من الأدباء أما الرومانتيكيون الرومانتيكيون هم قصدوا الخيال وتركوا العقل وقصدوا الطغيان العاطفة والمشاعر الحساسة وتركوا وكذلك كتبوا باللغات المحلية أو اللهجات المحلية وتركوا اللغة الفصيحة العالية واضح؟ فإذن الرومانسية هي مذهب هو ثورة على الكلاسيكيون الآن موضوع جدا مهم عزيز الطالب وهو عندما نقول ما الفرق بين الكلاسيكية والرومانسية الفرقات التي تكون بين المذهبين مذهب الكلاسيكية ومذهب الرومانسية من خلال دراستنا لخصائص كليهما نقول أولا في الأدب الكلاسيكي كان العقل في الأدب الكلاسيكي كان العقل وفي الرومانسية العاطفة والشعور واضح؟ إذن اتخذ الكلاسيكيون في أدبهم العقل والحقيقة واتخذ الرومانسيون في أدبهم العاطفة والشعور الفرق الثاني الأدب الكلاسيكي يبحث عن الحقيقة ويتجنب المتاهات واضح الكلاسيكي يبحث عن الحقيقة ويتجنب المتاهات إذن فهو أدب ملتزم أو أدب محتدل أما الرومانسيون فغايتهم البحث عن الجمال إذن غاية الرومانسيون ماذا؟ غايتهم البحث عن الجمال إذن الفرق الثاني هو أن أدب الكلاسيكي احتمد على الحقيقة وكان أدب محتدل يتجنب المتاهات بينما الرومانسيون كانت غايتهم البحث عن الجمال الفرق الثالث من الفروقات أن الأدب الكلاسيكي هو تقليد للقديم الأدب الكلاسيكي هو عموما تقليد للقديم مع احتفاظ الشاعر بشخصيته الجديدة نعم أقول لك نعم لم يقلد القديم تماما بل بنفس جديد أما الرومانسية فتنكروا لكل قديم واعتمدوا التحرر دون قيوة واضح؟ احتمدوا التحرر يوجد لدينا مدرسة الشعر الحر وجماعة الديوان عقدوا في ذلك مؤتمرات للتحرر من القديم واضح؟ والتحرر من الصياغات والتحرر من القوالب الجاهزة والتحرر من عمود الشعر وتبنوا نظام السطر بدل نظام الشطر والشطرين إذن الرومانسيون تنكروا لكل قديم واعتمدوا التحرر دون قيوة الفرق الرابع من فروقات المذهبين الأدب الكلاسيكي أدب موضوعي نعم بطبيعة الحال إذا كان قد اعتمد العقل واعتمد الحقيقة فهو أدب موضوعي واضح؟ ومنها الملاحم أما الرومانسية فإنه أدب ذاتي يعرض الشاعر نفسه فيتغنى بها إذن يعرض الشاعر نفسه فيتغنى بها إذن عزيز الطالب الأدب الكلاسيكي هو أدب موضوعي لأنه اعتمد الحقيقة والعقلانية والأدب الرومانسي هو أدب ذاتي يعرض الشاعر نفسه فيتغنى بها إذن الذاتية سمة من سمات الرومانسية والموضوعية سمة من سمات التهاسيكية الفرق الخامس من فروقات الأدب بين المذهبين الكلاسيكي والرومانسي هو أن الأدب الكلاسيكي هو أدب موجه نحو الفضيلة والأعمال النبيلة ويساعد على إصلاح الأخلاق إذن الأديب الكلاسيكي حزيز الطالب هو صاحب رسالة صاحب رسالة ينقلها إلى المجتمع وماذا يبحث عنها؟ يبحث فيها إصلاح المجتمع ويبحث فيها الأعمال النبيلة ويبحث فيها الفضيلة إذن ماذا يمثلهم في أدبنا؟ يمثلهم شعراء المجتمع أو شعراء الأدب الاجتماعي كقصيدة مدرسة البنات ما الغاية وما المغزى وما المسوغ من مدرسة البنات للشاعر حافظ إبراهيم هو نقل الأخلاق القويمة والفضائل النبيلة التي تمثلكها أما الرومانسية في هذا الصدد فلا يعد ذلك أنصرا مهما الرومانسي لا يعد أن أدبه رسالة ينقلها إلى المجتمع وهو ليس ملزما بأن ينقل الفضيلة والأخلاق إلى المجتمع بقي أستاذ حسين من الأسئلة التي ركزت عليها الفرق بين المدرستين نعم عندما تسأل في الامتحان يكون الجواب رأس نقطة يبدأ يختار مفردة ويقارن نعم يعني لا داعي للسرد أكثر من اللازم يعني يأخذ نقيض المفردة نعم الموجودة في الأدب الكلاسيكية يكتبها على شكل نقاط وهذا من الأسئلة المهمة نعم مهم جدا الفرق بين الكلاسيكية نعم والرومانسية ويجب أن يذكرها كما وردت في الكتاب نعم ويبتعد كما بينت سابقا عن ما يسمى بالملزمة نعم هذا الكتاب هو ملزمة نعم فلماذا تضع نفسك في مأزق وبالتالي تخسر الدرجة فعلا عزيز الطالب انتبه كثيرا ما نسمع وعندما ندرس أبناء الطلب دائما يميلون إلى ما يسمى بالملزمة وكأن من الذي كتب الملزمة جاء من كوكب غير كوكب الأرض خذوها نصيحة الأسئلة من الكتاب والجواب من الكتاب نفس أحسنت اسألوا الطلبة اللي حصروا على الدرجة الكاملة كانت إجابتهم من الكتاب أحسنت ولجنة وضع الأسئلة وكذلك الأجوبة تعتمد على الذي يضع السؤال يعتمد المنهج نعم ولجنة وضع الأجوبة عندما تكلف بوضع الأجوبة تصطحب معها الكتاب المنهجي الصادر نعم من وحدة المنهج كثيرا ما نجد أجوبة بعيدة عن الكتاب نعم أحسنتم أليس كذلك كان سيدي؟ نعم أحسنتم بلأ نعم إذن علينا عند الجواب أن نعتمد الكتاب لديك بعض شيء تضيف أستاذي أحسنتم إذن عزيز الطالب نرجو أن نكون قد وفقنا في درسنا هذا وشكرا لإصغاءكم والشكر أولا للأستاذ عودة الحسني في مشاركته لهذا الدرس والشكر الموصول للعاملين في فضائية العراق التربوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا